أنا ما بقتش حاسة بأي روحانية في الصلاة أو القداس أعمل إيه وكمان ما فيش أي كاهن بيسأل علي ولا بيهتم بي وأنا مدايقة جداً من الموضوع ده طبعاً مفروض إحنا ككاهنة نسأل على شعبنا بس عملياً أنا شخصياً مأثر أنا بعترف قدام كل الناس أن أنا مأثر هتقبع مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين دنيا زحمة فأنا مثالياً مفروض كل كاهن كل أسكف يسأل على الناس واحد وواحد عملياً مش بنيقدر طب إيه علاجها علاجها أن كل واحد هو اللي يتصل بابونة يقول له بابونة أنا عايز أعود معك شوية ما تستناش لغاية بابونة يسأل عليك وإن كان ده المثالي لكن عملياً بنقول فيه أعداد كبيرة فيش كاهن بيقدر يغطي كل شعبه ومهما تم رسامة كهنة هيظل الحصاد كثير والفعل قليلون ده قول الرب نفسه فنساعد بعضينا نساعد بعضينا أولاً يبقى فيه خدام كتير في الكنيسة ما اعتمدش على ابونا بس أنت نفسك الأخت اللي بتقول لحدش يسأل فيها طب ما تسأل أنت في الناس افتقد الآخرين هتحس أنك أنت عملت عمل إيجابي بدل ما أنت قاعدة تشتكي حكاية عدم رحانية الصلاة في القداس جهزي نفسك للقداس يعني الواحد لما بيروح للقداس بدون تجهيز هيبقى هيصة لكن أنا لما جهز نفسي بالصلاة في البيت قبل منزل وهيئ نفسي أن أنا راح أقابل ربنا طول الطريق من البيت للكنيسة بقول مزمير عاصل الكنيسة أسجد دم الهيكل أو في مكاني وقف في هدوء وسكون وبهيئ الزهن أننا أن هذا بتحت بالمسيح لما يكون معايا كتاب أو باصص على الشاشة اللي فيها نصوص الصلاوات ومتركز فيها لما يكون مجهز نفسي أن هذا القراءات اللي هتتقلي في الكنيسة إيه وأريها قبل ما جي كل دي تجهيزات تخلي واحد مركز في الصلاة أحيانا سيدنا بيبقى بحد بيحتاج لنوع من خاصة جدا من الخدمة أو الافتقاط يعني ممكن أنا أعمل محاولات وأكتهت بس أنا واجعني قوي وتعبني إحساس أن أنا مش حاسة بالروحني بصلي بس مش حاسة بتأثيري صلى والأخطر لما حد يقول أنا منتظم حتى على التناول وما بقيتش حاسس بفعالية ده جواي فهنا بحس أن ده أقشر خطر محتاجة علاج يعني بس وارد حتى الأباء القدسيين كانوا يشرحوا هذا الاختبار اللي بيعدوا فيه بتجي لنا أيام الواحد ملوش مزاج مفيش نفس مفيش إحساس مفيش تواصل أيوه بيعدي دي يعني زي ما يكون مود بيعدي على الإنسان أبقى أنا وصفه العلاج هو الاستمرارية أنا ما نقطعش عن الصلاة لإني حاسس بعدم التعزية أيوه أستمر وأتوسر إلى الله أن يرجع للتعزية تاني وعمل العوامل المساعدة اللي هي تخليني أركز زي اللي أنا قلت بعضها وممكن كل واحد يبقى عنده عوامل أخرى لأحيانا بيبقى فيه واحد شايل عنده كتاب روحي يرد له المشاعر الروحية لما يتغيب يفتر زي مثلا كتاب انطلاق الروح بتاع الوبا شنود أو فيه كتاب اسمه تأملات في البرية بتاع أنبا إيساك فالواحد لما يقرأ كتب فيها تأملات كده ممكن ترجع له الروح تاني كل واحد بالطريقة اللي هو اختبرها كيف يستعيد المشاعر الروحية لكن ما نسيبش نفسنا وبرضو أرجع تاني لنقطة أبونا ما افتقدنيش وحدش سأل فيه برضو بأكد تاني ده واجب علينا ككهنة ان احنا نفتقد شعبين ونسأل عليهم لكن افرد انا قصرت معاك انت تنتحر يعني لا مفروض ان انا كمان ما استسلمش ان فيه تأثير في الكنيسة انا كمان اقوم افتقد نفسي وافتقد الاخرين يا بدل ما انا عب على ابونا بوجعله ضميره ان انت مسألتش فيه انا بساعده وبساعده بطريقتين ان انا نفسي مش محتاج ان حد يلح علي عشان يفتقدني وانا ساهمت في ان افتقد الاخرين لما ان يفتك دلوقتي بتقول انت حرياني ففكرت في نفس النقطة اللي بنتكلم فيها لو انا بساعد ابونا ممكن انقص حد ممكن يواصل لمرحلة ناوزي خلاص من حياتك ان انا اللي وصلت الابونا او وصلت ابونا ليه ان ده محتاج زيارتك يعني فيه كتير جدا الاقي حد جاي يقولي على فكرة فلان عيان وتقليبا انت مش عارف او ما سألتش عليه ايه اقولي طب قبل ما تمشي بس نفتح التلفون اكلمه ممكن المكالمة تاخد نص دقيقة لكن تأثيرها عند الناس غير عادي ايه انا ما كنتش اعرف الاخ ده ساعدني ساحنا نساعد بعض وهي فرقت مع الشخص اللي اتصلت بي لكن مش من عندي ايه انا ما نش عارف الغيب فالناس لما تساعد بعضيها وتساعد ابونا ويبقى في لجان حتى من غير لجان لما كل واحد يفكر انه يساهم باي مجهود في افتقاد الاخرين صار بعد ما كان بيشتكي انه هو حدش بيسأل فيه صار هو معاون ومساعد واقصد بكلمة الانتحار مش بس الانتحار اللي هو فعلا واحد بيرمي نفسه من فوق البورج يعني لكن اقصد ايه افردي فيه طفل راح المدرسة وبعدين راجع في البيت بيشتكي ان الاستاذ المدرسة او المدرسة ماهتمش به وما بصش في كراسته وبيهتم باخرين ماهتمش به هل احنا نقول له خلاص ما تروحش المدرسة لا طب هل نقول له هنحولك لمدرسة تانية ومش معقول كل يوم هحاول لابني في حكاية مش متاحة انا بقوم بالعيب اللي ناقص ممكن اروح اكلم المدرسة اقول لها الولد اوخد باله ان انت مش مهتمية به وممكن انا اهتم في البيت وممكن اشجع الولد اوخد انت مش محتاج حد يهتم بيك انت كويس جايز هي مهتمية بالاطفال اللي هما الاضعف محتاجين لها ربي فيه احساس ان انت متبقاش اعتمادي انت تقوم وتساعد زملاتك الكنيسة مليانة بالنوعية دي كتير جدا من احنا عندنا جمهور الخدام في الكنيسة متطوعين فهم ليش معنى دار بيخدم وش معنى انت اللي بتطلب ان تتخدم كل ده انا مش بقوله احسن حد يلوم علي ان انا برفع المسؤول هي او اللوم اهو عن الابائي الكاهنة او عني انا كاوسكوف لا احنا ملامين بس لازم نحط ايدينا في ادام بعض من اجل خدمة الاخرين وميبقاش الانسان شكاي حدش اهتم بي لا ايه بس دايما هو بيساعد الاخرين ده جميل لو في الاوداسي سيدنا او في اجتماع والناس من غير ما يبقى لها يعني صفة رسمية في الخدمة بنبقى عارفين بعض السيد ده ما جايش بقاله وسبوعين ده عمره ما غاب ابدا فتلاقي انا نفسي انا بسأل عليه بروح افتاق فبيعة الكنيسة كده ان هي احنا جسد كل عضو بيحس بالاخرين ما استناش ان في حد هو المسؤول وانا قاعد اتفرج وقاق اقيم ايه لان احيانا بمناسبة انت بتقولي ايه احيانا تلاقي فيه اجتماع بارد كده وميت ده بلان ما فوش روح وبعدين تلاقي واحد من اللي قاعدين يروح ايه مسائل سؤال السؤال ده تلاقي عمل نشاط في الاجتماع السؤال خلى الناس تبتدي تسأل وتفاعل والمتكلم نفسه يحس بالحيوية ده فيه حد اخيرا سأل فيه ويناقش وتلاقي الاجتماع بدأ يبقى حل ويتعودوا بان هم يجوا كل مرة فيها اسئلة والاجتماع بسبب واحد ايجابي ما عادش اقال لاجتماع ميت مش هاجي تاني هو احياء بسؤال وتحول كل الحاضرين في الاجتماع الى خدام لانهم اسئلتهم بتعمل نوع من الحيوية في الاجتماع ما حدش اقاله انا مالي مليش دعوه وكده كده اقف اتكلم لي انا